شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس ويرو كور ويرو القرآن في المزاني القرآن في سنغال فمن شهد منكم الشهر فاليصم لدينا قرد بار تكستيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدل للنسي ويرو كور ويرو القرآن تشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن شهد منكم الشهر فاليصم ينشي أندك كردباك تكستيل أبداً كوراني سنقلي في البقرآن الكريم ينشي أن يكون هناك تكستيل ينشي في القرآن أق вид البيت Sahar أني متخدموا الأفضل. شكرا